بكتور عادل الحاجة اللي انا عايز افهمها دلوقتي النتائج وانا بقول النتائج دلوقتي اتنين سفر اتنين سفر احنا طبعا فاهمين كرة اليد بتتلعب ازاي النظام المختلف في هزي البطولة او النظام المختلف في هزي اللعبة ماو ده كان تحدي تاني كله اللعيبة دي حفظة قانون بسكت اه ان انت تدخلها تلعب جيم بقانون كرة يد احنا في مصر ما ما عندناش باكراوند كامل او خلفية كاملة عنه فبدأنا احنا عملنا جروب في الجهاز الفني بالكامل طبعا كابتن واقل وكابتن ابراهيم وكابتن كارم والدكتور روماني واعضاء الفريق بالكامل قبل ما نصفيهم لعشر وبدأنا ننزل اي فيديوهات اي حاجة في القانون نترجمها وننزلها لهم عشان يبقهم على احنا بدئين من السفر من تحت السفر كل حاجة تحدي غير عادية طبعا دي مهمة دي مهمة فعلا مستحيلة اللهي احنا انا النهاردة ننزل بوست قلت يعني لا يعلم الجهد المبزول الا الله اصلا الاحرك بتقول انا مثلا متصور وانا احراركم ديوه في النهاردة وعلى قد ما ديقدر جمعنا معلومات معينة في هذا الامر تصورت ان انتوا عندكم عسكرات مثلا من سنتين ثلاثة عشان نوصل لمرحاية ان احنا اخد في الدياف كاس العالم ده المفروض ده الطبيعي ده اللي افهمه يعني اه هادة الوقت تقولي من شهر احنا بنعرف قانون اللعبة اصلا بالظبط كده والدرجة ان احنا الشباب كنا لأ معلش هشباب الترجمة فيها احنا الموضوع ده هنعيده تاني رامة الجزاء لأ بصورة دي بلاش ودي فرج موجود جنبي لكن احنا اخدنا التجارب كتلة جدا اما عن النتائج اللي قدام حضرتك احنا هم ست فرق في البطولة الست فرق كانوا مجموعة واحدة بنلعب مع بعضنا دوري من دور واحد وبعد نهاية الدوري من دور واحد بنترتب من واحد لستة الاول والتاني في الترتيب يلعبوا على الدهب هاي التالت والرابع يلعبوا على البرونز الخمس والسادس ترتيب فالفرقة الوحيدة اللي خدت شوت من البرازيل احنا احنا اللي هو في المباراة النهاية البرازيل كسب كل المباراة كل المباراة فكان عشان اوصل للشباب للمرحلة دي حاولنا ان احنا نعمل معسكرين خارجيين في بعد مرور تقريبا حوالي عشرين يوم من التدريبات تواصلنا مع باكستان وتواصلنا مع البرتغال الباكستان خلاص اجراءاتها تمت ولكن جي الفيضان او السيولي في الباكستان وتعذرت الدنيا ان احنا نروح طب نروح البرتغال لا الشنجن قبلها لازم ناخد فترة عشان ناخد التأشيرها لاوروبا فاراد الله سبحانه وتعالى ان احنا ما نخرجش ولكن قلنا هنكسف هنا بدأنا نعمل معسكرنا صبح وبالليل اه يعني انت كمان بتقولي انه بسم الله الرحمن الرحيم احنا بدأنا اللعبة اول مباراكة مباراة رسمية في بطولة العالم لا وده الحقيقة رسمية فعلا لكن احنا جينا قبل افتتاح البطولة بيوم عملنا مباراة مع الهند وعملنا بعدها بساعة مباراة مع البرازيل تخيل اللي حراك بتقولي ده ده مش كصف بقول لحضرتك انا هي تتكتب اه طبعا فجينا مباراة الهند احنا كسبنا الشوتين لان لها نظام اقول لحضرتك الاشواط بتاعت زي ما حضرتك تربط مني اه والبرازيل الشوت الاولين انت عادان معهم ستة ستة هم زهويلو اه ازاي اه لا الفرقة دي فيها حاجة بدأنا الحمد لله احنا اه نعرف شغل نبدأ نعدي تاكتك معين الكابتن ابراهيم والكابتن وايل عايز اقول لحضرتك عملوا تاكتك في اللعب الفرقة التانية لعبت به تاني يوم وثلاث يوم يعني اخدوا مننا احنا التاكتك اللي بنلعب به لازم بقي عنصر النساء في الفريق وهما تلات لعيبة وعنصر النساء العنصر النساء مش بقوة اللعيبة طب نحنخلي العنصر النسائي واحنا بنهاجم ويقف جول ونهاجم بتلاتة ولما نيجي ندافع ينزل عنصر رجالي في المرمى والعنصر النسائي يدافع صايد او وسط حسب المركز بتاعه الفرقة كلها كاية بتلعب اربعة شافتنا لعبت زينا تاني يوم وثالث يوم حتى ان برازيل في النهائي لو لعبت بالاربعة زي ما تلعب معنا في اول جيم في الماتش الودي كنا كسبنا خيال بقول لحضرتك نظام البطولة الاتنين طبعا شوتين انا مش ببالغ بس الحاجة بتحكيه ده كله اكبر من الخيال طيق ايه موضوع الشوتين بقى الشوتين احنا بنلعب عشر دقايه و عشر دقايه الشوت عشر دقايح بيعتبر كأنه مجموعة في التنس لما بتكسب انت مجموعة في التنس بتبقى بتتصямب الشوت تمام؟ فاحنا بنلعب لو انت بكسبت الشوت العشر دقايح بتكسبت اسا اربعة واحد او او اربعة اتنين بقيت 1-0 بتكسب الشوت ننزل الشوت الثاني لو أنا كسبت الشوت الثاني 7-0-7-2 يبقى كده إحنا متعدلين واحد واحد نلعب جيم فاصل من 5 دقائق مش 10 دقائق لازم طالما هو بنتيجة لازم ينتهي بنتيجة لو أنا تعادلنا في الشوت بنلعب حاجة اسمها الجول الزهبي المدة 5 دقائق أول ما نسجل الجول خلاص انتهى الشوت ويعتبر شوت بالنسبة لك